الرئيس السيسي يلقي كلمة بمناسبة افتتاح مقر المنتدى العربي الاستخباري بالقاهرة الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل في المشروعات الخاصة بالمجال السياحي والاثاري على مستوى الجمهوري رئيس الوزراء يتابع خطوات تيسير اجراءات تخصيص الاراضي الصناعية بالمدن الجديدة مجاز الام واخر الاخبار من تلفزيون النهار مشاهدين الكرام اهلا بكم شارك السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس في اعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي الاستخباري وذلك بمناسبة افتتاح مقر المنتدى بالقاهرة واعرب الرئيس السيسي عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المنتدى حيث وجه سيادته كلمة افتتاحية اكد فيها اهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري كالية قوية وداعم للتعاون الاستخباراتي الوفيق بين الدول العربية الشقيقة فضلا عن العمل على وضع منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الارهاب كما شدد الرئيس السيسي على اهمية العمل الجماعي في اطار الاخوة العربية على استعادة الاستقرار في كافة الدول المنطقة مناشدا سيادته المشاركين جميعا بالتعاون والوقوف صفا واحدة لنبذ الفرقة وتجاوز اي خلافات من اجل اعلاء مصالح الاوطان والشعوب العربية هذا وشارك رؤساء اجهزة الاستخبارات العربية في افتتاح مقر المنتدى العربي الاستخباري بمصر ووجه المشاركون في المنتدى من السادة رؤساء اجهزة المخابرات العربية برئاسة السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية التهنئة للرئيس ولمصر على افتتاح مقر المنتدى العربي الاستخباري هذا وقد رحب رئيس المخابرات العامة برؤساء اجهزة المخابرات العرب في حفل افتتاح المنتدى العربي الاستخباري كما شارك الامين العام لجامعة الدول العربية في افتتاح مقار المنتدى العربي الاستخباري بالقاهرة اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسيا اليوم مع رئيس الوزراء ووزير السياحة والاثار لمتابعة الانتشطة والمشروعات القومية لوزارة السياحة والاثار المزيد في سياق هذا التقرير اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول متابعة الانشطة والمشروعات القومية لوزارة السياحة والاثار وقد وجه السيد الرئيس بموصلة العمل في المشروعات الخاصة بالمجال السياحي والاثاري على مستوى الجمهورية بالتنصيق والتكامل بين مختلف الاجهزة المعنية في اطار استراتيجية الدولة لاستعادة الرونق التاريخي للمواقع الاثارية المصرية ولابراز ما تظهر به مصر من ارث ثقافي وحضاري عبر العصور المختلفة وذلك من خلال اعمال الترميم الشاملة للمواقع الاثارية خاصة في القاهرة الكبرى ذات الامكانات التاريخية العريقة والمتنوعة لتكون بمثابة متحف مفتوح بطابع جمالي ومنظم على غرار العواصم العالمية الكبرى وقد استعرض الدكتور خالد العناني في هذا الصدد الجهود التي قامت بها الدولة لدعم قطاع السياحة خلال عام 2020 على المستويين الهيكلي والمؤسسي من خلال دمج قطاعي السياحة والاثار وما تم من اجراءات لترسيخ هذا الدمج بين القطاعين من كافة الجوانب داخل اطار واحد فضلا عن الاجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة والاثار للتحول الرقمي بالتنصيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية بما في ذلك انشاء قاعدة بيانات مركزية لتسجيل وتوثيق القطع الاثرية وربطها الكترونيا سواء تلك المعروضة بالمتاحف او بالمعارض كما عرض السيد الوزير معدلات توافد السياحة في مصر خلال العام الماضي اخذا في الاعتبار تأثير تدعيات جائحة كورونا فضلا عن ابرز الاسواق المصدرة للسياحة الى مصر وكذلك اهم المبادرات التابعة لوزارة السياحة والاثار لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية على مستوى الجمهورية الى جانب الحملة الاعلامية التي اطلقتها الوزارة للترويج السياحي لمصر على مستوى العالم من خلال مجموعة من الافلام التعريفية التي تم اعدادها بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة واضاف المتحدث الرسمي ان الاجتماع شهد كذلك عرض اخر مستجدات انشطة الوزارة خلال عام 2020 خاصة ما يتعلق بافتتاح سلسلة من المتاحف المتنوعة على مستوى الجمهورية ومنها متحف المركبات الملكية وشرم الشيخ وكفر الشيخ بالاضافة الى الخطوات التنفيذية لعدد من المشاريع الاثرية والسياحية الكبرى مثل متحف عواصم مصر بالعاصمة الادارية الجديدة وكذلك المتحف المصري الكبير الاكبر في العالم بما في ذلك نسبة انهاء الاعمال بالمتحف واعداد الهيكل الاداري واختيار مجلس امناء المتحف فضلا عن الجهود الجارية لتطوير عدد من المناطق الاثرية والثقافية ذات الارث التاريخي العريق في القاهرة الكبرى وكذلك جهود استعادة القطع الاثرية المهربة الى الخارج والاكتشافات الاثرية العملاقة في مختلف المحافظات خاصة منطقة اثار سقارة عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة خطوات تيسير اجراءات تخصيص الاراضي الصناعية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحضور وزير الاسكان ووزيرة التجارة والصناعة وفي مستهل الاجتماع اكد رئيس الوزراء على اهتمام الحكومة بتيسير الاجراءات للحصول على الاراضي الصناعية او اصدار الترخيصة كما اكد مدبولي على دور هيئة التنمية الصناعية في رسم الخارطة الصناعية لمصر هذا وقد وجه مدبولي بضرورة ان يتضمن اي مجتمع عمراني جديد منطقة صناعية مثلما يتضمن مستشفيات ومدارس وخدمات مختلفة اكدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هل زايد على نجاح خطة التأمين الطبي التي وضعتها الوزارة لبطولة كأس العالم لكرة اليد وشارت زايد الى حرص الرئيس السيسي على التجديد على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية منذ بداية البطولة وتقديم افضل خدمة طبية لضيوف مصر مما سهم في نجاح البطولة وخروجها بصورة المشرفة تليق بمصر كان هذا مجازن الاخباري لهذا السام تلفزيون النهار دمتم بخير وإلى اللقاء